قام اليوم البحث والابتكار الدكتور حسين مسار حسين قام بزيارة للهيئة الوطنية لامتحانات والمسابقات حيث التقى بمسؤولية الهيئة وناقش معهم مختلف المشاكل والصعوبات التي تواجه هذه المؤسسة تقرير سعيد أحمد حسين الزيارة الثانية لأمين الدولة في التعليم العالي والبحث والابتكار الدكتور حسين مسار حسين في إطار زياراته لمؤسسات التعليم العالي كانت هذه المرة من نصيب الهيئة الوطنية للامتحانات والمسابقات العامة نظرا لأهمية الدور الذي تلعبه هذه المؤسسة وموقعها الحساس بالنسبة للتعليم بصفة عامة حيث قام الدكتور حسين مسار حسين بزيارة المكاتب الإدارية بالمبنى والوقوف على سير العمل بها ومن ثم عقد اجتماعا مع مدير الهيئة ونائبه وعدد من رؤساء الأقسام الإدارية وتطرق أمين الدولة إلى أهمية التركيز والدقة في العمل بهذه المؤسسة لما لها من مسؤولية تجاه مستقبل التلاميذ وعقب انتهائه من اللقاء الذي جمعه مع الإداريين أمين الدولة في التعليم العالي والبحث والابتكار الدكتور حسين مسار حسين أوضح للجميع أهمية هذه الزيارة وأهم مخرجاتها أطمئنكم جميعا وأطمئن الرأي العام أن الاستعداد لتنظيم الشهادة الثانوية يسير بخطوات دقيقة وأن الصعوبات التي تواجه المركز أننا سوف نسعى للتقلب عليها ولدينا توجيه من قبل صاحب الفخام الرئيس الجمهورية بضرورة أن نحرص على أن يتم انتهاء هذا العام وأن تنظم الامتحانات في أوقاتها المحددة وبهذه البشارة نطمئن الممتحنين ولتمنى حظ موافقا للجميع